نحن للخماس الحديث انتو حضركم عارفين طبعا الخماس الحديث كان فيه بطولة العالم بتقام على ارض مصر منذ ايام وانتهت اتحاد الدولي لخماس الحديث يشكر مصر على نجاح بطولة العالم في ظل جائحة كورونا الالماني كلاوس شورمان الالماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي لخماس الحديث شكر مصر على استضافة وتنظيم بطولة العالم للكبار والمؤهلية لأولمبياد توكيو وقال شورمان ان مصر نجحت في التحدي وقدرت في استضافة اكبر بطولة من البطولات الخماسي الحديث والتي عملت في ظروف صعبة في ظل انتشار جائحة كورونا وكمل ان مصر دولة كبيرة وقدرت انها تستضيف اكتر من بطولة دولية في كل الالعاب خلال الفترة اللي فاتت بطولة العالم دي استضافتها مصر على ملاعب استاد القاهرة من الفترة من 8-14 الشهر ده ومصر حققت فيها مديليتين برونز عن طريق برونزية فريق الرجال وبرونزية تانية من نصيب احمد الجندي خلينا اقول لكم حاجة مهمة مصر الفترة اللي فاتت نظامت احداث عالمية كبيرة في الالعاب الاخرى والحقيقة يمكن انا الواحد بقاله كتير في الرياضة اكتر سنة حصل فيها استضافة البطولات العالمية يمكن السنة دي وبنشوف مش بطولات افريقية لا ده احنا بنروح على بطولات عالم شوفنا الجنباز الخماس الحديث الرماية كرة اليد يعني بطولات كتير وبطولات مش على مستوى كأس علام سلاح مش على قد مش على قد بطولة افريقيا وبطولة عربية طبعا البطولات دي ليه احترامها متواجدة وفيه بطولة عربية الرماية لسه خلصانة ولكن انا بتكلم على البطولات العالمية الكبرى كأس العالم وبطولات العالم مصر ناكحت فيها الجميل بقى هنا ايه انا اقول لكم الجميل الراجل ده في الخماسي انتو عارفين المال ما بيجملوش يعني المال لو جي لها حاجة مش عكباهم وهناك سموهم المكينات الالمانية لما الراجل يشيد بمصر ونجحت في استضافاتها في ظل جائحة كورونا لا ايبا الكلام هو عارب يقوليه طب حاجة تاني كان زمان ممكن ننظم بطولة بس ما نحققاش نتايج تاني ننظم بطولة وننجح فيها ممكن بس نتايجنا متبقاش قد كده اداريا اه فانيا ما ننجحش الجميل بقى دلوقتي لا بيحصل الاثنين وليه بقى بيحصل الاثنين وقدقكم بالدليل عندنا كورة اليد الناس خدوا مركز متقدم من تمانية العظام سبع عالم احسن من المركز البطولة اللي قابلها فاذا انت من تمانية العظامة عندك الخماسي اهو مديليات عندك الجنباز مديليات كوس عالم عندك الرماية السلاح اربع مديليات يعني بكلمك على نجاح اداري وفي الرماية اخدنا برونز يعني انا بس اللي بتذكره بقوله الجميل بقى هنا انه انت بتحقق في الاثنين وده الجديد على مصر يعني مصر يعني في الفترة دي بتشهد الحقيقة طفرة كبيرة جدا وده بنتيجة الدعم من القيادة السياسية الرياضة ما كانتش هتحقق كده والدولة بيمثلها وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة دايما هتلاقيه ورا كل كل الاحداث دي وفي ظهر الاتحادات بحيث ان تطلع بالشكل اللي لقى اشتركوا في القناة